مشاهد اللي شفناها دي لمسلسل دواعي السفر عمل جديد على منصة واتشت ومن ضمن سلسلة الأعمال النكحة جدا اللي بتقدمها المنصة المصرية اللي أنا شخصيا سعيدة بيها جدا خصوصا في الفترة الأخيرة مش مجرد مسلسل والسلام مش مجرد حشو مشاهد جوه عمل ويلا في المنصة نحط مسلسلات والسلام واتشت الحقيقة بتقدم فكر خصوصا لما بنتلع كمان بره رمضان فبيبقى عندك فرصة التجربة وده اللي بدأت واتشت من فترة إنها تختار نوعية من المسلسلات تعبر عن هوية واتشت فأنت لما بتشوفها بتشوف مسلسلات جديدة بتشوف أفكار مختلفة بتشوف إخراج مختلف بتشوف فكرة وبتشوف أيضا الحداثة في الأجيال المصرية وده اللي أنا حقف عنده ولما تشوف تواعد سفر تحس إن انت مرتاح ما عرفش ليه تحس إن انت عارف الناس دي وتحس إن المشاهد بسيطة الممثل بسيط الأداء الشارع اللي أنا بمشي فيه كل يوم هو ده المطبخ بتاعي هو ده الليفينج بتاعي ودي قودة نومي يعني مفيش الغربة اللي بتشوفها من بعض المسلسلات قوي فده بتحرص عليه ووتشت إنها تقدمه ويبقى لها كمان تجربة فريدة لكن في الأساس لازم يكون الورق مين اللي بيقلف الأعمال دي إحنا النهاردة مع مؤلف الحقيقة بينطبق عليه الكلام اللي أنا بقوله دايماً عنده فكرة دايماً عنده رؤية الكاميرا بتاعته مش الكاميرا التقليدية يعني مش منبهر قوي بالزاوية والنور أكيد يعني منبهر بدا بس بيحسسك إنك موجود جوه المشاهد وكأنك انت مش المشاهد انت عايش انت ده بيتك وده مطبخك وده الشارع بتاعك ودي الأحداث حتى لبسك لبس الناس فبتحسك كده أن الدنيا بسيطة مين المؤلف؟ محمد ناير اللي مش بس مؤلف لكن هو مخرج في دواعي السفر وعنده تجارب الحقيقة كتير نكحة سلسلة من التجارب النكحة ودايماً هتلاقيها مميزة ليه اسمه الخاص في عالم الدراما لأنا حقف عنده من غير أنا متكلم كتير دلوقتي خليني أرحب بمؤلف دواعي السفر محمد ناير مساء الخير مساء الخير يا من مجالك منورنا بنورك ربنا خليك يعني أعمالك كتير مختلفة متميزة لو قلنا اللي قبل على طول دواعي سفر ريفو واللي عمل برضو وقتها يعني عمل حقيقة جدل وضجة وكان ليه كده إعجاب خصوصاً الشباب يعني الشباب تفعلوا معايا بشكل كبير يمكن لأنه شبههم زي ما بقول أنا ليه بقول ليه بلاقي دايماً عندك الحتة دي بلاقي أن أنت قريب من الناس قريب من الشارع يعني الدنيا عندك مرتاحة شوية أو أنت شايفنا شايف حياتنا أبسط من المسلسلات تانية مختلفة أعتقد أن التوصيف التاني هو الأدق أنا بشوف حياتنا أبسط من بيت المسلسلات الحقيقة يعني ساعات بشعر أن احنا بنقدم دراما معقدة ومستنسخة من حاجات أخرى وإحنا في الحقيقة الأمور أبسط بكتير مما إحنا محتاجين نقدم دراما تنافسية بشكل يعني أكشن وسبنسو أنا قدمت الأنواع دي على فكرة يعني مش بستسني نفسي ولكن بعد فترة وكان عندك أكشن في مواطن إيكس وعندي في القيصر وعندي ألف ليلة وليلة كان فيها حاجات كتير جداً بس أنا اللي أقصده ممكن واحد لما بيكبر شوية جوه شغله وسناً بيبدأ يشوف المجتمع اللي هو عايش فيه وبيحاول يعبر عنه بالمصداقية اللي المجتمع محتاجها يعني مش المصداقية برضو اللي أنا كمان من وجهة نظري لا أنا ببص بعيون المشاهد أشوف واستنى أقول يا ترى وعيشوف المشهد ده ازاي؟ يعني في دواعي السفر بالذات لأن أحراتك ذكرتي ده أول عمل إخراجي ليه فكنت دايماً بفكر يا ترى المشاهد حيشوف المشهد ده ازاي في البيت هيتفرج عليه ازاي؟ هيحس بإيه؟ فده كان برضو السرير البسيط واللحاف أو الملاية يا حاجات بتاعتنا في بيوتنا بسطتنا إحقاقنا الحق إحنا كان أنا معايا كرو مزهل في العبقرية والفن يعني بالنسبة للديكور باش موانس أيمن إلهاني الحقيقة يعني موضوع الأبسط حاجة هكذا ذكرتيها دولتي القوض أو حجرات المعيشة أو حجرة النوم وإلى آخره إزاي أيمن يعني الحقيقة أبهرنا جميعاً أنه البريف اللي كان مطلوب والحاجات كلها اتعاملت بالزبط كما هي طب تعالنا نبدأ من الورق عشان نبدأ صح عشان احنا قلنا للناس عشان اللي عايز يتفرج النهاردة على فكرة احنا النهاردة الخميس فممكن جداً بعد لقاءنا مع محمد نير تبقى صهرة لطيفة جداً واتشت نبدأ دواعي صفر أعتقد إحنا في الحلقة دلوقتي خلاص عدينا حلقات كتير ستة فحيبقى عندكم الحقيقة تجربة حلوة قوي أنتوا تتفرجوا طيب أنا عايزة هنا أسألك بداية الوراق ليه دواعي الصفر فكرة جات منين مصطلح دواعي الصفر هو ليه معنين المعنى الواضح ليه هو الصفر اللي هو الترحال والصفر الآخر هو الرحيل أو فلسفة الرحيل أو مش عايزة أقول للوفاة ولكن هي فلسفة الغياب احنا بنسيب إيه قبل ما نمشي فالحياة عبارة عن ترانزيت قصير بنقابل فيه بعض ونلتقي وعلى أمل إن شاء الله بلقاء آخر فالترانزيت اللي أنا أقصده هنا هو العلاقات اللي متجمعها دي اللي بتتقابل في نادي الوحدة بالأحداث اللي بنشوفها هم بيبدأوا أو إحنا بنبدأ نتعاطف ونفهم فكرة إزاي بنأثر في حياة بعض وإزاي بنسيب لبعض ذكرى حلوة قبل الصفر فهو دي كانت الفكرة اللي كانت تعجبيني وإزاي الإنسانية بتاعتنا قبل الصفر بتبقى عالية جدا مظبوط إنت فكرتيني وأنا بشاهد المسلسل ده يعني حسيت أن أنا بقرأ الكتب اللي هي اللي هي سيلف هيلب بوكس دي اللي منتشرة في العالم اللي بتحقق أعلى مبيعات اللي هي كتب اللي خلينا نقول إن هي زي علم النفس اللي بتساعدك زي كتاب سيكريت والأطلال و باوروف ناو وغيرها قوة اللحظة والمساعدة فأنت بتطلع الحالات الإنسانية الجيدة جدا جدا جوانا اللي هي ما بتظهرش إلا لما الواحد يسافر ودي حقيقة يعني بانت جدا عندك في السيناريو مظبوط هو الفكرة كلها إنه يعني بس أنا هقول حالك على حاجة للإمانة الفلسفة العمل نفسها لا تبنى من أول لحظة صحيح يعني طبعا هو تراكم جلسات عديدة وتراكم شغلة على السيناريو كتير لكن هو بدأ منين تحديدا بدأ من قصة الأبطان إبراهيم الذي يسكن وحيدا وبنته بعيد عنه وهو بيعمل مجموعة من الأكاذين علشان بنته تقتنع أنه هو عايش سعيد وهو إلى أخوة وهو مبسوط والتليفون اللي بابينه بالضبط ما كانش عندنا القصة أنه علي عنده قصة الانتحار أو الاكتئاب أو اللي اقترحها الحقيقة كان أمير يعني أمير هو اللي كان قاعد معي فبيقول لي انت عارف تبقى أحلى لو هو بينتحر أو مقدم على الانتحار والأبطان في سنواته الأخيرة ولكن متمسك بالحياة فاللي قاله أمير در هي غير لي طريق تفكيلي تماما في المسلسل وده اللي ودينا شوية للفلسفة اللي هي النوعية اللي هي مش عايزة أقول نصحة أو مباشرة شوية في الكلام لأننا حاولنا نتفادى ده أنه يبقى المعلومات مستترة شوية يعني زي جملة اللي أجع مسؤولية الموجوع الواحد والجمل دي بحاول بقدر الإمكان إنها تبقى مش مباشرة بس لاحظت إن الناس كتير حستها وعجبتها فدي شوية بتبقى شبه الكتب زي ما حالتك بتقولي زي مثلا The Myth of Normal, The Power of Now, Surrounded by Idiots كل الكتب دي صحيح طيب نشوف جزء برضو الناس تتابع معنا عشان نكمل حوارنا والناس تبقى حسنا نشوف جزء من الدواعي السفر ونشوف مع بعض أنا في حاجة مش فاهمة إيه أنت ري يعني ما كلمتش صحابك لحد دلوقتي بدل ما انت قاب تاوي مسلمة انك مقضيها مع صحابك وكده صحابي مين صحابك محمود وصلاح وماذا عشان ما فيش صحاب لا فيه معمود ولا فيه صلاح من كلها شخصياتها مخبراتها في الدماغي آه طيب أتكلب صحابك اللي لهم بجد يعني كان معاك في الجامعة الشغلة هي حاجة آه كل واحد وحاف سكته اللي مات واللي سافر واللي هجم البلد واللي حكاتي كلها غم ومتل أنا كده عايش فطولي عايش يوم بيوم عايز نكد على حد ولا حد ينكد علي طب سلمة ممكن تعرف مش هتعلم ممكن تيجي في أي وقت مش هتيني أنا بقلي ثلاث سنين من يعحد ما هتيجش مبطر منها علي طول الوقت بقول لها إن أنا كويس ومفيش داعي إنها هتيجش عادي أن تيجي هنا تهملي هم؟ تيجي هنا علشان تقعد كاملي وأنا فاخر أيام مش هينفع ما أنت مش حاسس إن دي هنانية شوية؟ هنانية؟ هم؟ بتا لو عندك ولاد ما كنتش هتقول كده هنانية إن أنا خايف على بنتي وبحميها وبحافظ عليها وعلى مستقبلها بنا في كل لحظة بتمنى إن أنا أحضنها حضني واحد بس لكن عشان أنا أماني زي أنت مبتول بخنق الحضن ده جواي فقررت تقعد الناس مش موجودة بقى أصلا مش أحسن من إن أنا أخنقها في حضني وأسبها وأمشي إيه الهم ده؟ تغميتنا يلا نلحل ماتش بقى عاودة تاني للبساطة يعني أنا لحظت على مدى الحلقات مش بس هنا حتى فريفو يعني يبدو إن هو اتجاه عندك كمان إنه بس هنا أنا هكلمك بصفتك المؤلف المخرج فبصفتك المؤلف المخرج هنا أنا لحظت كمان بساطة الممثل عندك شكلا وموضوعا حتى كمان المشاهد الإضاءة بسيطة يعني مفيش الإبهار بتاع الصورة قد ما فيه إبهار الجوة اللي بني أدمين أكتر ده كان مقصود عندك ده كان مقصود طبعا أو بالذات في دواعي الصفر كان فيه اتجاه عام كده إن أنا يعني كنت عاوز أفضي العالم إلا من الشخصيات الرئيسية في الدراما علشان المشاهد يحس إن هو مرتاح للي هو بيشوفه عاوز ينتمي لأذى العالم كانوا عالم هادي جدا عالم بعيد عن صخب الحياة بعيدا عن المشاكل بعيدا عن كل حاجة أعتقد إحنا دلوقتي في أيام بنشوف الأخبار وبنتابع حاجات مأساوية كتير صحيح إنسانية بيحصل لها أو بوز أو بتتبلد حقيقي بالضبط فكانت اللحظة اللي كنت بصور فيه هذا العمل ما كنتش عاوز أي صخب خالص يعني حتى وأنا بصور كنت قافل كل يعني الساونتراك كله كان بيتعامل وما كنتش بسمعه وكنت بشتغل تماما من غير أي مزيكة في المكان لحد أما المسلسل خلو سبعين بدأت في الميكس أحط بال أستاذ رامي حسين طبعا مهن الصوت كنا عمل الميكس يعني كنا بنعمل المزيكة مثلا في الخلفية زي ما حالك تسمعها دلوقتي في ساعة ما كنتش بشتغل كانت الدنيا كلها هس بصريا وسمعيا فعايز يعني تخلص وبعين تشوف إيه اللي ممكن تحدد نوع بقى شوية إضافات يعني بالضبط ونفضي العالم كله بصريا لأن أنا عايز المشاهد هو بيتفرج يحس أنه بينتمي لهذا العالم يحس بيه طيب أنا هرجع هنا لاختيار الممثلين وتحديدا أمير عيد يعني واضح أنه يعني التعاون مع أمير عيد في ريفو ونجاح كان أيضا هو كان هو السبب لدواعي السفر ولا كايروكي ولا إيه الموضوع لا ولا خالص نفكرش في كده نهائي علاقتي بأمير إحنا يمكن قريبين جدا من بعض إحنا أسرة أصلا وأصدقاء وأصدقاء قوي علاقتي بأمير تعود دلوقتي إلى عشرين سنة هو أمير اللي مكانش عايز يمثل يعني من الآخر بس لما تشجع في ريفو بدأنا نبتري يعني مش قصدي إنه هو مكانش عايز يمثل بس هو وجهة نظره إذا صح التعبير يعني إنه كل حاجة ليه وقتها فلما حس إن ده وقت يقدر هو يعني بقى جاهز إنه هو يخد تجربة الدراما فبدأنا بريفو لأنه عالم الموسيقى وريفو كان قريب شوية من أمير بغض نظر إنه في اختلاف في الشخصيات بين شادي وأمير بس يعني بعض الناس بتشبيهم ببعض بس ده مش حقيقي وإحنا بعد أما خلصنا ريفو الأولاني كان دواعي السفر قريدي فكرة موجودة يعني مش بعد أما خلصنا ريفو كله عملنا دواعي السفر لا بالعكس هو دواعي السفر كان بيتكتب أو بنفكر فيه قبل ريفو التاني ما يتصور وإنت بتعمل ريفو يعني كان بقى حاضر دواعي السفر وإحنا بنصور ريفو بقيته جزء تاني منه كنا قريدي عارفين موضوع دواعي السفر وعارفين أحداثه وعارفين كل حاجة وبنختار التوقيت الأنسب ان احنا نعمله فيه ولما تشجع الأخوة فوتشت بوجلهم كل التحية طبعا قالوا يعني يلا نعمل هذا المشروع ونشتغله فبدأنا فعلا والحقيقة هو أمير مناسب جدا على الشخصية يعني يعني هنا هو كمان أيضا مناسب قوي في الاختيار مع أنه والله يعني سوري أنا بقطع حالك بس يعني مع أنه والله الناس بقراهوا دايما بتكتب تقول أيو أمير مناسب هو دايما بيعني عنده اكتئاب لا هو معندهش اكتئاب خالص هو معندهش اكتئاب خالص طيب أنا هنا حرجة على ووتشت يعني أولا نجاح ريفو وبعدين دواعي السفر هل أنت حاسس أنه المنصة منصفة بالنسبة لك أكتر من أنك تبقى موجود في الموسم الرمضاني والسخاب والمشاهدة والناس يعني الاحتفال الرمضاني بالدراما والله ده اختيارنا احنا على فكرة يعني الووتشت بتقدم لنا كل المساعدة والحقيقة يعني محدش بتأخرينها في حاجة في أي شيء يعني بالعكس ده اختيارنا احنا يعني احنا بنختار دايما العمل المناسب ونعرضه عليهم وصوفر ما ببقاش انت حاطت جنبه ياريتها بقى في رمضان اللي هي الجملة دي لا ياريت ما بقاش في رمضان وخسارة أن أنا مش في رمضان الحمد لله أنا مش في رمضان مش خسارة خالص بالعكس احاولها عليك على حاجة زي ما كنا منتكلم قبل التصوير عملت عمال كتير جدا في رمضان وليه الشرفين عملتها بس الضغط انت نجحت في رمضان كذا عمل والله يا فن ده من زوئك بس والله فعلا الضغط وأسلوب صناعة العمل نفسه في رمضان ممكن ما ينسبنيش قوي بس تلوقتي بقى فيه اعمال بتتعامل يعني وتاخد وقتها وبينتو زع في رمضان يعني في اعمال كتير يعني ده في ايدك وارد وانا مش بستسني الامور وبقول انها مستحيلة ولكن اللي بقوله بس انه طول ما انا مش متشجع مش متضايق انا شخصية المبسوطة على فكرة يعني دواعي السفر دلوقت هو بتزع بره رمضان بالعكس لانه كمان المنصة من حقها هيكون عندها اعمال كتير طول السنة ويبقى فيه فرصة وفيه اعمال كتير ثبت انها نجحت بره رمضان لان دايما العمل الجايد بيفرد نفسه زي ما بنقول طيب انا هرجع تاني لدواعي السفر وفكرة الانسانيات اللي جوانا احنا بقينا الانسانيات بننساها يعني يمكن في دواعي السفر الانسانيات هي العنوان الكبير في المسلسل اللي انت حريصت عليه اه لانهو الموضوع زي ما حالتك كنا بنتكلم برضو قبل ان نكون هنا فكرة ان في بعض الناس ارتبطت بالغربة وبعض الناس ارتبطت بالوحدة وبعض الناس ارتبطت بحالة الاب والابن او رحلة الصداقة اللي موجودة فهو من الاول انا عارف انا بحكي نوعية دراما عاملة ازاي فبحاول بقدر الامكان انها تكون واضحة وتلمس شريحة كبيرة جدا جدا من المشاهدين فبالتالي حيبقى نسبة او فكر فلسفة الحياة موجودة فده بطبيعة الحال ده شيء انساني كبير يعني اكيد سؤالي اللي جاي اللي هسأله ليه محمد نير مؤلفا ومخرج لدواعي السفر يترى هو في دواعي السفر بينافس نفسه كمؤلف ولا بينافس المخرج في ريفو ده اللي انا هرجع واسأله فيه بعد فاصل قصيره موسيقى 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 الخير يا فاندم بتكلم حطاك فقط مناسب انا كنت بحاول انتحر بس في الوقت مش مناسب فممكن بعد اذنك يعني تسيرني ان انا اموت وانا مرتاح موسيقى 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 ها انت مين ابطان ابرهيم جارك ايه مش فكرني برحيانا مش فكر ان احنا كنا جران يعني انت كنت صغير يمكن مش فكر ان عزلته من عندنا تهلابي ولا زم الكوي دي كورة ضياحة وانت بتعمل كده ايه انا اب انا مش كذاب انا قدش نكذاب طبعا ادري انت حسنا كذاب يعني موضوع صحابك ده برضو جايين وكده ايش ايش يعني ايش كل اليوم وكأن واخير اليوم مبسوط خليني اقول لحضراتكم بخبر جميل ومبهج كرامة الشركة المتحدة لخدمات الاعلامية مخرجي فيلم رفعت عيني للسماء الفيلم طبعا تكرمت نادا رياض وايمن الامير هما الاثنين اللي اخرجوا الفيلم وذلك بعد حصول الفيلم على جائزة العين الذهبية لافضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته رقم سبع وسبعين الاسبوع الماضي وطبعا خلال التكريم اشار الاستاذ عمر الفئي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الاعلامية الى ان الشركة شركة المتحدة تضع دعم ورعاية للمبدعين في قمة اولوياتها وده لدورهم الهام في صناعة الوعي والحفاظ على ريادة الدولة المصرية في كافة مجالات الفنون وخاصة الدراما والسينما وبعد فوز رفعت عيني في السماء في مهرجان كان تكريما للفن المصري وطبعا يعني اللي مثله ده بشكل مشرف للمخرجة نادا رياد والمخرج ايمن الامير كسفراء من المبدعين في مصر وكمان تم الاتفاق خلال اللقاء ايضا على البدء في التحذير لعمل فني يتم انتاجه بالتعاون مع قطاع الوثائقيات بالشركة المتحدة قريبة حضر اللقاء الاستاذ شريف سعيد رئيس قطاع الامتاج الوثائقي في الشركة المتحدة وكمان زي ما انتم عارفين فيلم رفعت عيني للسماء هو اول فيلم مصري يحصل على الجائزة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي والفيلم على فكرة من بطولة فريق مسرح بانوراما بالسعيد وهو بيتكلم على فكرة على فرقة بنات مسرحية وده الحقيقة الموضوع الحقيقة جذاب جدا وطبعا الفريق هم مجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير وماريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق يعني كل التحية والتقدير ايضا لهذا الفريق والفيلم رفعت عيني للسماء وطبعا ده شيء جميل من المتحدة ان تكرم المبدعين دايما نرجع تاني بقى لضيفي هو ايضا من المبدعين محمد ناير وهو مؤلف ومخرج لدوعي سفر اهلا بيك تاني وخليني اسألك السؤال ده اول مرة انت بتخرج يعني ازاي حصل ده يعني ايه اللي خلاك تتوجه للاخراج في الفيلم ده رغم ان انت اصلا صيدلي اه صحيح؟ فعايز اعرف الحكاية جات ازاي؟ يعني اول حاجة طبعا بنتوجه لأسرة الفيلم بالتحية لان هما الحياة يستهلوا ففيلم جميل ففيلم جدا 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 وهما الحياة يستحقوا التكريم في من وجه لهم التحية عودة الى القصة القصيرة السعيدة اه لا انا كان يعني وانا بشتغل في الكلية كنت بشتغل معنا في الكلية كنت مساعد وكان ليش شرف اشتغلت مع مخرجين كتير كمان في عملهم في البدايات في حياتي يعني مع طواري العريان مع الناس كتير فهما اللي شجعوني حياة الموضوع السناني يعني الاخراج اللي خلى عندك الكتابة تطلع الاول اه اه انا طول عملي بيتقال علي فالكتابة تطلعت الاول وكان ممكن الاخراج يبقى الاول بظبوط انا طول عملي يعني استاذ مصطفى شعبان كم دايما يقول عليها مخرج كسلان اه اوكي يعني انا المفروض ابقى مخرج بس بكتب الدراما ايو او بكتب سيناريوهاي فالحياة شجعت بقى يعني وصلت المرحلة كده اني حسيت انه لا دلوقتي لازم احكي بالكاميرا واحكي بالصورة بعد عشرين سنة يمكن من الكتابة والتعامل مع عالم اللوكيشن وعالم التصوير وعالم ما بعد التصوير كمان ده بيسهل ولا بيصعب سهل كتير اه يعني انت خلاص انت عارف انت كاتب ايه والعين رايحة فين غير لما تعد تنقل الرؤية بتاعتك لمخرج طبعا هو المخرج اساسا لازم يكون يعني متمكن جدا من السيناريو ده انا من رواحة ايه كان مخرج حتى لو ممكن بتكنش عنده ملكة كتابة السيناريو والحوار ولكن لازم يجيد قراءة السيناريو والحوار فانا بالنسبة لي كنت السنين دي كلها بحاول ابحث عن طريقة كتابة السيناريو والحوار وما زلت يعني مخرج محمد خان كان بيعطي كتير في الكتابة مخرجين كتير انا كان لها شرف ان قابلته استاذ محمد خان الله ارحم وكان دايما بيكلمني عن ان يقول لي السنينة اسهل حاجة كان دايما الله ارحمه انه اسهل حاجة التصوير اصعب حاجة وما زل يعني انا دلوقتي وانا بشتغل حتى لو في عمل بكتبه وحخرجه ان شاء الله يعني اكتر حاجة بتقلقني كتبته اخر حاجة بتقلقني تصويره ايه صح لانه التصوير هو تنفيذ اه خلاص الموضوع بسيط كتا يعني احنا ما خدناش وقت الحمد لله في تصوير دواعي سيطر لو حطيت ريفو حطيت دواعي السفر انت هنا كمؤلف وانت هنا مخرج ومؤلف كان ممكن تضيف حاجة تساعد ريفو رغم نجاحه كبير ولا شايف انه هو نجح بالتين بتاعه لا هو الاستاذ يحيا اسماعيل الحقيقة كتر خيره صدقتي بيحيا صدقة قوي جدا ويحيا لما كان قبل ما نبدأ تصوير كنا بنجتمعنا وهو مع بعضه ونقفل على نفسنا كده نقعد ثلاثة اربعة ايام نتكلم عن كل حاجة كل شيء ممكن في بعض المشاهد مثلا في ريفو ممكن ما نبقاش علفن لها اجابة يعني انا ليه رأي هو ليه رأي فيقول لي خلينا للاخر لما نوصل لها يمكن نلاقي لها اجابة والحقيقة الحقيقة ان احنا كنا دايما بنتطفق على شكل واحد انا وهو تقريبا مع بعض في كل حاجة وفي النهاية يحيا اضاف لريفو كتير جدا جدا بخبراته الحياتية كمان غير خبراته البصرية في الصورة وانا كمان كنت محتاجة اشتغل مع يحيا قبل ما اخرج انا بنفسي لان يحيا مخرج اعلانات كبيرة جدا وهو عنده تكوين بصري رأى فانا كنت بحب اتفرج على يحيا وهو بيعمل لان يحيا اساسا مهندس ازاي بيعمل التكوين بتاعه فكان بيعجبني اوي اختياراته وزوءه فالحقيقة كان يعني زي ما يقوله الايسينج اند كيك كده ان انا اشتغل مع مخرج فنان اوي اوي في تكوينه وقبل ما اجي انا ابدأ اخرج يبقى عندي صورة شمولية كده مع كل المخرجين اللي اشتغلت معهم في حياتي هم اجبار اوي اوي فيبقى عندي متعة الاختيار بين كل مخرج وطريقة تنفيذه بعد دواعي السفر محمد نير مؤلف ومخرج ولا ممكن يبقى مؤلف بس او مخرج بس الاتنين الاربعة التلاتة يعني طبعا ممكن اقرأ ورق يعجبني جدا جدا ونص مكتوب حلو قوي فاقرر اخرجه وممكن انا حاليا طبعا بكتب حاجة عايز اخرجها يعني ان شاء الله وبكتب حاجات اخوة مخرجين اخرين اصدقاء بيخرجوها عادي الانتاج في العالم اتغير يعني كمان كثرة المنصات خلت بقى فيه يعني ايه درجات للانتاج ايه وبي واحيانا نسيه نظبوط فيقولك ده برودكشن بي يعني ممكن نعمل عمل كده بس برودكشن قليل بس يكون اقاعه يوصل للناس كمان الحداثة بقت موجودة البساطة يعني حتى احنا برامجنا وشغلنا الاعلامي بقى فيه دلوقتي البودكاست اللي هو بنروح تاني للبساطة الاكتر فده بيخليك هلا قدر اقول ان محمد نير بقى رايح في اتجاه بتاعه هو بساطة هو في الدراما والله بس مع كده بس مش قادر احدد ده يعني مش قادر احدد اجابته لانه بعض القصص او بعض الروايات اللي احب احكيها من وجهة نظر انها ستكون تكلفتها ممكن اكبر شوية من تكلفت مشروع زي دواعي السفر بس دواعي السفر في الاول وفي الاخر تكلفته مناسبة لحددته يعني احنا برضو ما اقدرش احكم لانه دواعي السفر الحدوتة بتاعته كلها على بعض ما تحتملش اكتر من كده بالعكس يعني انا بشكرهم جدا جدا في وطش تحية يعني كانوا ادونا كل ما هو متوفر وزيادة بس ممكن في يوم من الايام تكون الحدوطة اكبر والقصة اكبر فتحتاج انتاج اكبر لكن تبقى كل حاجة تبقى مين المخرج السفر المائي اللي عينه دايما كان بتشدك او الزوايا او الكادرات بتاعته او رؤيته بتشدك الحقيقة انا ما كانش عندي الاجابة للسؤال ده لحد من قريب اكتشفت ان انا عندي ولعب بسينما المخرج الاستاذ القدير اللي ارحمه حسام الدين مصطفى في الستينات وانا ما خدش بالي خالص زي افلام ايه يعني بتقول كده يعني اكيد شدد انتباهك افلام بعيني يعني انا طول عمري بحب النظارة السوداء جدا طبعا وبعتبر ان طريقة اخراجه استاذ حسام الدين مصطفى العزر فين هي الطريقة الموضوعية على فكرة من الموضوعات اللي ممكن تتعامل تاني انا دايما نتكلم عنه احسان عبدالقدوس ابدع بانه يحلل الزمن ده واحنا محتاجين نظارة السوداء للزمن ده طبعا فمن الحاجات الحلوة لا واستاذ احسان كمان كتر خير وكان غزير الروايات طبعا وسب لنا مواضيع كتير جدا طبعا بسيطة ورقيقة نقدر نتكلم عنها يعني بس رجوعا للاستاذ حسام انا ما كنتش اعرف ده يعني ما كنتش اخد بالي قوي طول عمري مقتنع ان انا بنظرا لولعي باستاذ محمد خان واستاذ وحيد حامد انا كنت سايفا انت هتروح لمحمد خان لا او عاطف الطيب لا يمكن استاذ خان اكتر من استاذ عاطف الله ارحمهم الاثنين طبعا لكن انا كنت برضو زي حضرتك بتصور انه يعني لقاءاتي باستاذ محمد خان وكده وحبي والعي للسينما بتاعته وايضا استاذ وحيد حامد وطريقة كتابته طبعا كانت متأثر بيهم جدا واستاذ بشيرت ديك كمان لكن فجأت الحقيقة ان انا مترسخ عندي من خيالي من وانا صغير سينما حسام الدين مصطفى وانا مش اخد بالي يعني لقيت بتفرج على النظارة السوداء يمكن من فترة قريبة حسيت ان انا عارف الطريقة دي وبعدين لما بدأت تبص على بقية الاعمال اللي اتعملت بالذات في الستينات قبل ما الاستاذ حسامي يكبر شوية يمكن خلال نهات السانات لقيت انه فيه يعني فيه تأثر المشاهد اللي عندك في دواعي السفر في الشارع كتيرة وبرضو انت يعني طبيعي في الشارع المصري يعني مستخدم كل الحاجات اللي هي لو انا ماشى في الشارع ايوهو ده الشارع بتاعنا يا دي بلدنا صح ما حسيتش بحاول زي ما اقول الحاجة في الاول ما بحاول بحسس المشاهد دايما انه مش في غربة يعني انه هو شايف مصر عشان كده بسهول حاجة كيفية الغربة لجوه الاشخاص في العمل اكيد طبعا وجوه نحنا كمان كبشر حتلاقي انه اغلب طريقة التصوير هي العرسات واسعة جدا والدنيا واضحة جدا وحتى لو انا جوه البيت بوريكي معالم البيت كله دايما بحاول رياحك بحاول اللي بيتفرج يلاقي شارع واسع فيحس انه عايز يخرج لأ وبتختار حاجات بسيطة الكرسي العادي المكتب العادي الخشب الحاجات اللي هي بسيطة يعني اي حد بيتفرج ممكن دايبقى عنده مظبوط ونفسي يعني انا كنت بحاب بقسعة التصوير ان الناس هاي بتتفرج على الشارع وتشوفهم هم ماشيين في الشوارع تنزل يعني صحيح انا بدايق جدا ان احنا ببيناش بنمشي يعني نمشي من الشارع ده للشارع ده مش صعبة ليه زي ما هم كده بيمشوا الحديث معاك حلوة لانه انا مؤمنة ان انت واخد اتجاه كده جميل وانا سعيدة جدا بالمسلسل انا اللي اشعر ونكمل معاك ونعرف كل الخبايا لنقصة والحاجات اللي احنا متابعينها العمل القادم بدأ يكتب بدأ يكتب سكة مختلفة يعني هو فيلم سينمائي فان شاء الله يكون ليه جمهوره وليه ناسه واتمنى ان شاء الله الناس تسعد به يعني مش عايز اتكلم قوي عن تفاصيله ولكنه في عالم مختلف تماما عن العالم المعتادلية بل هو يمكن دراما شعبية اكتر في عالم مختلف شوية بنرجع بالزمن شوية صغيرين يعني لأواخر التمانينات قوية لتسانات ومش عايز احلق لك اقتر من كده ولا لسدر مش عايز ما بعرف انا بقى تحت الهواء زي ما بيقول ان شاء الله كل التوفيق مبسوط ان انت مبسوط من الستوديو جدا انت مخرج ومؤلف ده استوديو اللي فيه كل الرواقع اللي كانت موجودة طبعا وانا عايز اقول حاجة الحقيقة انا مش بس مبسوط انا في الاستوديو محارتك ومال ايه طبعا وغير كده انا مبسوط ان انا في بلدي مبسوط ان انا يعني في تلفزيون بلدي ومبسوط جدا جدا ان انا موجود مع حضرتك النهاردة لان فعلا لايه الشرف الله احنا متشرفين تلفزيون بلدك هو تلفزيون كل المصريين اكيد فانا بشكرك جدا محمد ناير مؤلف ومخرج دواعي سفر والى الامام ان شاء الله في اعمال احلى واحلى وفي انتظار ان شاء الله الجديد دايما معاك اشتركوا في القناة